السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النهرة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نعمل اكسبورت وازاي نطبع من الرفت. الشغلة غالبا ببقى مطلوب اوتوكاد. فبعد ما بدخلص شغل ريفت. بتصدروا لي الوتوكاد عساس الناس تشغل بيه في الموقع. طيب هاجي هنا اقول له اوبن. وابدأ افتح الملف بتاعي. لازم يجيلي هنا كرية ميو لوكال مدوم تشغل في ملف سنترال. طيب هقول له اوبن. بيقول له مفتوحة بالكده افراريت اكسستن كوبي ولا ابنت مستعمل. هنا هيشوف اخر ملف لوكال ويكتب عليه. هنا اخر ملف لوكال هيبدأ يحط جنب كلمة التاريخ. يعني مثلا لو اسمه اكس بأكس شارطة وبعد كده بتاعي النهاردة. وبعد كده بتاعي النهاردة. وبعد كده ده ابنت تايمستاند. ده هيبقى فيه لوكال جديد. بحس يبقى فيه اكتر من باكب تدار الترجع عليها لو فيه مشكلة حصلت في الملف اللي قدر الله. طيب دلواتي مثلا انا عايز ابدأ اعمل بس شيتات. فيخلي مثلا نيجي هنا في شيت واقول له نيو شيت. وابدأ اختار شيت اللي انا هشتغل عليه. لو انت ما لقيتش شيتات موجودة هنا هتقول لوت. وهتدور على تايتل بلوك. وتختار حسب المقاس اللي انت عايزه. طيب انا اقول له اوكي. وهتبدأ تفتح لي الشاشة بالشكل دوت. طيب خلينا نبدأ نشتغل شوية على التايتل بلوك. ولو اصلا ما فيش تايتل بلوك تبتر ترسمه. هو تايتل بلوك عبارة عن ايه? عن خطوط زي ما انت شايف. وتكست ومكسب فيه صورة موجودة. فانت هتيجي هنا تقول له ادت فاميلي. وتبدأ بقى تحط شعار الشركة بتحتك. تبتر تحط الكتابات اللي انت عايزها. زي ما انت عايزها. طيب لو انا عندي لوحة اطوكاد مثلا موجودة. هتطهت البلوك. يبقى هتقول له انسيرت. وباش هتلاقي اللي انت كان موجود. هتلاقي امبورد كاد. لان انت هتحتاج ان انت هتفجر الملف دوت. هتقول لدوات امبورد كاد. وتدور على لوحة الاطوكاد اللي انت عايزها. وهو الما تيجي هتفجرها زي ما تعلمنا في الدروس بتاعت الكاد. طيب بعد كه هتبدأ ترسم. تدر ترسم كل الخطوط والتيكست وكل الحاجات ديت. هتلاقي هنا في create. هتلاقي هنا انت دار تعمل lines. زي ما انت عايز تدر تحط label. وتدر تحط text. وتدر تعمل check spelling. او زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تعمل label. يعني. يعني انت عايز كل client name مثلا. بدلا من تكتبه واحدة واحدة. لا يبقى ينفع ان هو يتغير معا. تجي هنا مثلا تقول له انا عايز اضيف label. create. وتقول له label. وتبدأ تحط label. مثلا بتاعك هنا. فأقول لك انت عايز اللابل ده عبارة عن ايه. خليها مثلا نفترض ان هو عبارة عن مثلا الproject name. والproject status. والproject number. وكل الحاجات انت عايزها. وخليها بس في break down. اهو زي ما انت شايف. وقول له اوكي. هايبدو يحط لي ابتدت بشكل دول. 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 تم select. تدخل على edit type. عشان تقبر التكست وتغير مثلا. مثلا. اذا انا عايز تعمل لون اللازرق. اوه. بشكل طيب. طيب لو انا حملت قلب المشروع. هايبدو يظهر لي بالشكل ده. طيب من عندنا الproject status والproject name. ما كتبوش. انا يعني عايزهم ياخد المعلومة دي. طب ياخد المعلومة دي منين. خليها نروح لقناة manage. وقول له الproject. information from project status. احيط. مكتوبة project status. طيب ساميها مثلا. اكس وي. طيب. الproject name. ممكن نسامي ده مثلا. اه. مثلا. اه. مثلا. برامت. ولا بغاش برامت. احسن. مثلا. احسن. كلا بحاكية مع النادي مثلا. اه. خليها مثلا. ايجيت. مثلا. هتقول له اوكي. هيتكتب على هو. وده طبعا في كل المشروع. كل الشيطات تتغير اوتوماتيك. فدي ميزة ان انت تشتغل على الموضوع البعض. هتلاقي كلمة ايجيت تتغير تاني. طيب. هارجع لي الشيطة الغدوات. طيب. وبعد كده عايز انا حط هنا مثلا. جدول بالحقات اللي صدرت. فتيجي هنا على schedule. تمام. عايزين نعمل schedule. من قائمة. اه. تريد. من قائمة view هلاقي هنا عندي. تبدأ تشوف ايه عناصر ان انت محتاج ان انت تحطها في الشيط بتاعك. مثلا. الرفيجن والنمبر والدسكريبشن والديت. اوكي. فيبدأ لعملهم لك بالشكل ده. طبعا هيتها فاضية وهو. هتتملي لما تحطها في قلب المشروع بتاعك. فهتيجي هنا وتسحب الرفيجن. ليه اللوحة بتاعتك بالشكل دوت. وتبدأ تشوف. انت حالي انت محتاجها دايه. مثلا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له هل في المشروع. هتحمل بالشكل دوت. وبعد كده اي ريفيجن هيبدأ يظهر معي هنا. خلينا مثلا نحط اي دور. مثلا المنسوب الدور ارض مثلا. هقول له اعمال لي بانه double key. هسحب ده وابدأ احطه هنا. من الشكل دوت. طيب لو فيه ريفيجن موجود هنا. احنا بنعمل الرفيجن. ريفيجن كلاويت. هتبدأ تختار الرفيجن اللي انت تشغل عليه. فهو اوتناماتيك بيضيف لك الرفيجن اللي موجود. هتكفو لك هنا. اه لو انت عملت select. اه بار رفادي خالص. هتكفو لك الرفيجن اللي موجود. ولو هو مش موجود الرفيجن ده في قلب اللوحة. تقدر تعلم عليه عايز يظهر معك ولا ما يظهرش. طبعا انا افضل ان هو يظهر بس الرفيجن اللي موجود هنا. طبعا انا موجود على موضوع الرفيجن دوت في الدروس السابق. طيب من المهم جدا ان احنا نهتم بموضوع التسميات. يعني قبل ما نجي نتبع. ممكن نلاقي ان احنا محتاجين نغير الطريط التركيم. ده مثلا رقم اللوحة. ممكن نلاقي ان رقم اللوحة ده بشكل دوت. ان احنا محتاجين نرقامه بشكل اخر. بناء على ايه؟ بناء على الكود اللي احنا نشغالين بيه. كل مشروع يجب ان يتبع كود. وكل واحد هيسمي التسميه اللي على مزاجه. فواحد يسمي مثلا المعماري AR واحد يسميها ARC واحد يسميها A. فلازم يكون متفقين على عدد الحروف اللي هنشتغل بيها. طيب على سبيل المثال مثلا. ده كود من كندا بمبرت كولفور ريفيت. وطبعا هو مشى على الكود البريطاني. زي ما هو ماشي بالزبط. ماشي؟ طيب يعني ايه فكرة الكود? فكرة الكود ان هو بيدلك على طريقة التسميات وطريقة البيو هيبقى سمي ازاي شيت هيسمي ازاي وهكاسب. بثبت لات المشروع هم نحن 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 بحاجة اسمها A. ده عبارة زي اتفاق او عقد. اي على الاهداف اللي مطلوبة من الموديل دوت او من شغل البين. والحاجات اللي هستسلم. والعمليات اللي نفرض تم عشان نخلص شغل البيم ونعرف ايه اللي استخدامات المطلوبة للمشروع اللي هشغلين فيه. زي مسلا ان هاد انت عايز تعمل في المشروع دهوت مسلا سايت اناليسيز انيرجي اناليسيز لايتينج اناليسيز ممكن كل حاجة دي تطلق وممكن يقول لك لا انا في بعض الحاجات اللي انا مركز عليه. انا كماليك مركز على النقط معينة او في نقط معينة التفلي معين. ممكن واحد مركز مسلا على مطابل السلامة ممكن واحد مركز على الفسادة مانشيند. ممكن واحد مركز على الوقت. ممكن واحد واقفة معيه بسي مفرق معيه. وهكذا. طريقة تبادل معلومات وطريقة الاستيلياف وطريقة الـ LOD والبرامج اللي احنا نشغل عليها. هو لازم تشغل برام معين ولا لا لازم تطلع شغل الباب مخلاص. تمام كل الحاجات دي موجودة فيها. اه حاول تتجنب. يعني بقى بعض الحاجات اللي هستفيدة ان انت شغل كويس حاول تتجنب ان انت تعمل امبورت للكاد اول ما تخلص لازم تلغيه لان وجوده بعمل مشاكل لو في اي ملف كاد بيستخدم البروكسي اوبجيكتس لسالة الخطأ لاتزهر حاول ان انت ما تدخلوش اصلا او تعالجو قبل ما تدخلو كاد فايل شد بيرش تعمل له بيرش وقودت قبل ما تدخلو كالكسرف اقل له باين 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 اكسرف ده في لوحة الاقتقاد بش 우리كلمة على الريفات في لوحة الاقتقاد لو بكذا اكسرفيت حاول تعملها باين ودخلها باين لو فيه اي اس 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 اكس بقاونت حاول ان انت تتجنبو قال الا الاستخدام الكاده عقد ما تقدر والشيت اهزم بان انت تضبط الوكيشن وصائد كوردينيشن ويكون كل الملفات في نفس المكان. الموديل الموديل هنتظبط الحاجات بتحتك ازاي. لازم يكون لسوفتوير كل حاجة واحدة الوركسيت اللي احنا كلمنا عنها مسبقا. هنا بقى في الكود بيبقى يبديك طريق تسميات. يعني انك فيه الروح للسكشن 8.2 هتلاقي الوركسيت نيمينج هتبدأ اشغال بيها. طريق تسميات الوركسيت. بحيس اول ما بدأ بص كده اه دي مقصد بيها ووركسيت كسر. هل انت لازم تبتزم بيها مدام انت في العقد مش منزمك خلاص. ممكن ما تبتزمش بيها. بس انت تبتزم نفسك بيها عشان شو اللي تطلع مصبوط. تعم? بيقولك انت لما سمي الوركسيت اي حاجة حاول تحط كل الحاجات اللي بالاسم ده في المكان دوت. هو في الريفت ما بيحطاش تلقائي انت لازم تتأكد ان كل حاجة مخصوصة على الوركسيت وكل الريفتاك لازم يبقى عنده سيف تو سنترل وسيف كل ساعة. اللي من كده ممكن ممكن تخلى كل نصف ساعة وهكزا. ادارة بقى العناصر العناصر اللي تعمل لها بورور حد مستلفها يركحها. وهكزا. اه. انت الانر للجزئية دي ممكن تبورور تبقى انت تسلف حاجات من حد. يبقى انت مش تقدر تفتح. ما حدش تقدر يفتح يقدر يشتغل على الحاجة اللي انت معك. طيب. ممكن نبقى نخصص محاضرة كاملة للكود دوت. البروجيكت فولدر. البروجيكت فولدر تقسيم الفولدرات اللي انت هتشغل عليها. فبقى يقول لك مسلا انت عندك هتعمل حاجة اسمها رسورسز. تحط في البروجيكت والسطاندرد والتمبيليت والفاملية يبقى الفاملية هي بقى فيها معماري انشاء كهرومكان كله وهكزا. طبعا نحن عندنا اربع فولدرات. ده اللي بقى في الشغل. والشيرد ده اللي تحط الحاجة اللي هتشاركها مع زمالك في الشغل. وفي البابلش لما تخلص الشغل بتاعك تعمل البابلش الحاجة دي بحيس انها تروح لبعاية الشركات. وفي ارقايف بنحفظ في الشغل من البطرة. طيب دي بقى من الحاجة المهمة قوي. بروجيكت نيمي كونفيتشنز اللي هي طريق تسمية الملفات. بقول لك الملف ما يفعش تسميه بالاسم دوت. يعني انت تسميه لبروجيكت زرو وان. ما انت عندك كل المشايا هتبقى بروجيكت زرو وان. لأ هتعمل ايه؟ البروجيكت. تمام؟ اسم المشروع. ممكن تكتبه ثلاث حروف او سبع حروف زي ما انت عايز. يعني اللي في طريق التسمية. هو بقول لك هنا اقصى حاجة سبع حروف. وده اللي هو بنزح فيه. تمام؟ ممكن تختصره وخليتها الحروف. وفي الوربانايزر اللي هو العمل الحاجة ديت. ممكن تديله كام حرف. ممكن تديله ثلاث حروف. وبعد كده دي سيبلين. تمام؟ دي سيبلين اللي هو مسلا ده معميرة او اشياء او كهر ممكن تلكل. هيخده من حرفين لاربع حروف. طريق حاسب طريق التسمية. مش سيبها لك كده لأ انها تتفق من الاول ان لو حاجة معميرة تاخد حرفين او تلاتة او اربعة. تمام؟ انت تتفق عليها. وبعد كده زون لو انت عندك المشروع متأسن من الزونات. واللي في الوي بعد كده الديسكريبشن. تمام؟ ده مسلا النموذج هو لطريق التسمية. اول ما تشوفه هتلاقي هو طبعا فيه جدول للحاجات دي. ده هنا هيبقى ده البروجيكت الاسم بتاعه. وبعد كده ده الموديل الاسر اللي هو عمل للموديل. وبعد كده الام اتش اللي هو ميكانيكال. تمام؟ وبعد كده اربعتاشر. ده الدور الاربعتاشر. وبعد كده ام ار. حسب اللي هي الميكانيكال روح. تمام؟ فدي حاجة هنتفق عليها. ماشي؟ يعني احنا مسلا بنسبلنا ممكن تاخد بكده وده هقوله لا ده الاسم ده ما مناسبناش. هكده. فايل سيفاز. البامكشن بام بقى فيه طريقة التسمية بالزبط السماع الزي. خلاص ده كده اسم المشروع. وليكن مسلا سمي اسم المشروع اه مسلا دريم. تمام؟ وبعد كده اسم الشركة اللي عاملة الحاجة. وبعد كده ده ار كتش. اي ار سي اتش. تمام؟ فيبقى انا عندي الموديل اول ما اشوفه كل الموديل هيبقى فيها كمة دريم لان كلهم نفس المشروع وكلهم ام 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 شركة اللي عاملة الحاجة. وبعد كده ار كتش او ميكانيكال روح كده بقى لازم يدخل هنا في الاوبشن. واعمل ميكزيس اسنتر الموديل افتر سيف. بقى انا كده عمدي سنتر الموديل جديد هشتغل عليه اسمه دريم ام 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 ارق سيف. طريقة تسمية الورك ست. فهو بقى بيبدأ يقولك ايه? هتسمينها ازاي? هتسمي لازم يكون في ملف اسمه لينك. تمام؟ انت عم تحط فيها اللينكات. ده لينكات مؤقتها. لو انت في حاجة توخدها مؤقتا وبش هتشغل عليها. بتعملوا كلهم في لينك تامي. انا بقى بعمل ايه? كعمر بعمل اه وورك ست لكل الحاجات اللي انا سحبها وكل واحد احطوها على لينك بتاعها. انا عامل واحد للمعماء اللي الانشائي واحد مسلا للميكانيكا واحد لقهربة واحد للبلامن. ليه? قبل ما افتح اشوف ايه الورك ست اللي انا او ايه الملف اللي انا مش عايزه وروح اقيله لأ ما تحملوش المرات. يعني فاردة مسلا انا بش بحاجة دلوقتي كلاشات انا بحاجة دلوقتي بس الستركشور. اقول له افتح الستركشور وما تفتح ليش البيت. فبيبقى الفتح بتاعه خفيف. وكزلك الشغل. فعشان كده انا بعمل ايه? في الورك ست بعمل كده. اقول له فيه اكس ريف اعلى استركشور ولما احمل استركشور احطه عليه. فيه اكس ريف للميكانيكا واحد. ولما احط للميكانيكا اروح اقيله وحطه في الورك ست دي. فبيبقى سهل ان انا قطفي وافتح قبل مفتح المشروع. هو بيديك نصائح. هتقول لك مسا ان اعمل رك ست اللي اسمها انتيريور. حط فيها الوال والدور والاوبني. اعمل رك ست اسمها سايت وحط فيها كزا. اعمل رك ست اللي اسمها باركينج وحط فيها كزا. تمام? البيو نيم بيقول لك كل بارك من طريق التسمية هتسامها بشكل دوت. تمام? هتتفع على طريق التسمية وبيل لك كل البيو نيم لازم تكون قابا. البيو نيم بيفرد فيه? بيفرد في الشيت الاسم اللي اتحط هنا. منفروض فيه تايتل وصلاي. ما هو دوت. اهو. فنفعش طريقة التسمية يكون فيها كلمة كوبي وان ديت. فانت لازم تتعلم كده. وتغلل كوبي وان. وتبدأ تشوف منصوبة دور ارضي. مسلا. اه. بس لازم تفرق بينها وباني تاني عشان. اهو مرد بنفس الاسم مش هينفعه يشتغل. خليها بس بموقعات الواحد مسلا. تمام? بس دي بش صحة. من البيو نيجي هنا نشوف طريقة التسمية اللي هي انت هتشغل بها. هو انت بتقول لك تتفع عليها. بس تبقى سابقة. تمام? يعني لازم لو انت في كلمة. لو سيكشن يبقى في كلمة سيكشن. لو في كلمة كذا بقى في كذا. احنا للتسمية بالعربي. فلازم برده نعمل قاعدة العربي. هنقول له البيو نيجي. طريقة الانشيط هيبقى اسمه ايه? الاسكيل كذا كذا كذا. البيو لست. طب البيو لست دي نعملها ازاي? هتيجي هنا في الشيط وتعمل تيجي هنا وتقول له انا عايز وتبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت عايزها زي البيو نيم مسلا زي البيوتين بليد وهكذا. نفس الجذوة اللي هناك تقدر تعمله هنا. تقدر تتحكم بسهولة في الطريقة التسمية. البيوتين بليد اللي احنا كلنا عامها المحاضرة اللي فيكست. برضو بيقول لك ايه? بيقول لك هو بنظم الشغل بس قال لك ما. قال لك برضو لو هي سكشن خلها سكشن. طيب الطريقة التكست بيقول لك تكست هاي هبقى الارتفاعها تقدي ايه? تمام? الليين ويت. كينا نعانا برضو في المحاضرة بتاعة التنبلت. عشان ما تعملش حاجة جديدة هاول تلتزم بي الطريقة التسمية دي اعطيها بره واحدة بتعب فيها. بيقول لك كواليدة كنترول وكواليدة اشورانس. هتتأكد زي ان المدل بتاعك سليم. تأكد انا بيش حد بيشتغل على ملف السنترول. اه وتأكد ان انت اعمل سيانة للموديل وتأكد ان فيش اه لينكات كتيرة ولو في رسائل وورننج حلها. بيقى فيه طبعا من اجتماعات عشان نحل الموضوع دوت وفي حاجات لازم انت تشوفها بعينيك وفي حاجات تانية بيبقى بنفس او باي برنامج بيجود لك الكلايشيت. هنا بيكلم على اهم الخصوات. طيب ده هو الشتات طب لو انا عايز اطبع شيت او اطبع من كلهم مرة واحدة اعمل ايه? احتمل كنترول بي. وهتيجي هنا الجزء بتاع البرنتر ده بيختلف من طبعة لطبعة. يعني هبدي انت تخل هنا بتلاقي مختلف سماما. احسب الطبعة بتاحتك. ايه كل طبعة ببقى للاعزازات بتاعيتها. كان زمان جدا في السينات لو انت عملت برنامج. لازم تحط كل تعريفات الطبعة في البرنامج بتاعك. فالبرنامج بتاعك يبقى ميجا. وحطت ميت ميجا تعريفات للتبعة. فكانت مشكلة. طيب انت عايز دولات تتبع black and white ولا color. تشوف الحاجة اللي انت عايز تتبعها. اللي او تعايز تتبعه بالشكل ده. بورد ارت ولا لاند سكيب. عايز تتبع front to back ولا back to front. يعني لو عندي عشرين صفحة. الترتيب بتاع ما بعمل ازاي. طيب. بالادفانسد. هنا بقى هتتبع انت اي فور ولا اي زير ولا زي ما انت عايز. الجرافيك. الجودة بتاعتها. انت قلت مية كويس. حسب انت عايز الغرب بتاعي. طيب. بعد كده هنا بيدين اختيارين. بيقول لي. combine multiple select view and sheet into a single file. يعني لو انت بدي له ملفات كتيرة جدا تتبع. واكتر من ملف. وعايز تتبعهم على bdf. فهو هيحط لهم لك في ملف bdf واحد. او create separate file. بيبقى كل واحدة تتبع لوحدها. ماشي? هتقول له browse وتختار المكان كده اللي انت عايز تتبع فيه. طيب انا عندي هنا print range. هيتبع اعمل ايه? current window. هيتبع على window الحالية. فهذا ما تقول له preview. هيبدأ يتبع حالك بالشكل ده. طيب قل له print. وخليها ندوس cancel. لو انا عامل زوم مسلا على الجزء معين وبعد كده هلطلو print. هيبدأ يعمل زوم على الجزء دوت. تمام? فهن بعد كده هقول له ايه? current window وبعد كده عند اختيار ثالث اسمه select view and sheet. ممكن تختار ملفات كتيرة تتبعها. مش هكذا. اول ما تفعل الخيار ده. الاختيار ده يتفعل معك create separate file او combine multiple select مع بعض. طيب. هنا بقى بيبدأ يتبع مع واحدة واحدة. ممكن تقول له لا انا عايز reverse print order. اعكس لي الحاجة. طبعا الحاجة ده يتفعل معك بالزبط لما تكون انت اه هتتبع على بيش بيدي اف لا هتتبع على طبعة حقية. دمام يعني لو اقترت بس من طبعة حقية مسلا. كيش طبعا متعرفين هنا. دي بس اتقول لك كم مرة. تمام? فكرة طبعة حقية. مفيش طبعات حقيعة. طيب. هنا بقى في setup. بيقول لك ايه انت حاول تشوف اسم طبعا انت هتتبع عليها طبعا دي طبعات وهمية. ماشي? طيب. انت عايز تتبع ايه سري ولا ايه فور ولا ولا? ممكن تقول له مسلا عايز اتبع اي وان مسلا. لو الطبعة دي فهي اي وان لو ما فهاش اي وان. حسب الطبعة التقريبة الطبعات دي كلها طبعات صغيرة. طيب. بعد كده بتقول له بتاعك هتتبع منين. هتمثل لك select. لو الطبعة حقية وفيه اكتر من درج فهي اتبع منين درج. فانا بقول له automatic. احسبها متى. هنا بيقول لك هتتعايز تتبع من central ولا من offset. يعني ممكن يوسط الشغل دوت ولا تلاقيه. تتبع لك هنا في الهوا والجزتين مش موجود. فحامل له central. انت عايز تعمل zoom ولا بش. ولا عايز في التوبيج. zoom بيستخدمها مكون فعلا انت عايز تتبع to scale. فبنتأكد ان هي مثلا تبقى واحد الواحد او واحد الخمسين. لو انت بتتبع تو سكيل. لو انت بتبعش تو سكيل وعايز اللوحة كلها تزهر معاك هتقوله في التوبيج. طيب الوريانتشن بتاعك هلت عايزها بشكل دوت او بشكل دوت. طيب. الهيدي line view. في remove line using فكتور بروسنج او رستر بروسنج. طيب. هنا الابيرنس بتاعك. عايز تبقى الجودة عالية ولا? الكلر. خليها color. هنا بقى في الحاجة في الاوشن. بيقولك view link in blue. هيبقى في color print only. هيبقى اللينكات بالblue. زي ما انت عايز. في الاختبار ده مهم قوي. لو انت عامل reference plan او work plan. يخفي لانه حابا يستخدمونه في مش شغلة مش عايزينه يتبع معنا. hide on reference view take. يعني لو انت عامل section. بس ما حططوش فقل بشيت. فالرقم بتاعه مش ظاهر. فانا افضل من انا اعمل له height. يعني فيه section تاخد. بس هو ما تحطش في sheet. فلما تحطش في sheet. ما بقاش للرقم. فانا بقول له اخفي. طيب. هنا hide scope box. لو في scope box. اخفي. hide crop bounding. اخفي الحاجة بتاع تتكروب. replace have tone with same line. اعمل replace have tone with same line. كمام? زي ما انت عايز. هتقول له اوكي هيبدأ يتبع معك اللي واحد ده مش جيد خاص. طيب. هو في التباع بيعتمد على الاعدادات والالوان اللي موجودة هنا. طيب لو انا عايز اصدر الحاجات. تعالي نقول له file. اكسي بورت. فلاها عند الكاد فورمات. كاد فورمات فيها اربعة متداد. ال-dwg وال-dxf وال-dgn وال-acis. ال-dwg ده اللي هو بتاع الاوكاد. ال-dxf ده التبادل بين برامج الاوكاد. يعني فيه برامج اوكاد كتيرة بتسايف dxf. بحيث ان هو يتفاهم في بقية البرامج. بتلاقي برامج كتيرة ما بتصدرش ال-dxf. ال-dgn ده طبع برنامج كان اسمه مايكو ستيشن. وهنا ال-acis ده امتداد من اللي بتاع اوتو ديسك. اللي تبعطي القطع في cmc وهكذا. فيه ال-dwf ده انت بتتبع الحاجات مقدرش هو يعادر عليك. كأنه كنت بتتبع بdf بالزبط. ملف متخصص ده الاوكاد وانت تشوفه كل حاجة بس مقدرش يعادر عليك. ال-fbx ده مهم جدا ان لو انت عايز تتصدر حاجة تشغل عليها في الماكس مسلا. هنا الفامللي طيب هيبدأ سيقولك. وتقدر تعمل cf.s ودي افضل library. ويروح وصيحة الفامللي كلها بتاعت المشروع دول. بحيث ان انت استغلت بات مشاريع. عندنا ال-nwc لو انت عايز تشغل على نفس سوركس بتصدر n-wc. لما بتتدقى شغل او مش عايز تشغل على مفل n-wc ولما تصدره تاني احسن مشكلة فلما بتشغل عليه بتصدره n-wf. وكل فترة بنحتفظ بنفس خد كومنتيشن اسمها n-wd. طيب بعد كده ال-gbxml ده خاص بالتبادل الحاجات بالزياد مع برامج الانيرجي. برامج في قعد الباناء. ال-dbc. ال-image and animation تقدر سايف ال-work through. لو انت بتمشي في قلب المبنى. فيديو. وصولار سطادي اللي هي دراست الشمس وصورة. ال-report اللي هي السكتوارات وال-room area report. ال-option تقدر تعمل اكسي وورت ستطب d-wg-dxf. دي الاعدادات. تمام? الاعداد دي اللي ما انت دوست عليها هنا. اجيب لك الشجر دي. الشجر دي هنتخش لها بطريقة اجيب لك بقى انت عايز تطبع ايه? عايز تطبع ال-view اللي موجود حالي فهتلاقي ده بس اللي بفعل معك. او هتقول له insertion وتقول له مثلا انا عايز كل الشيتات اللي في المدر. او كل ال-views اللي في المدر. او كل ال-view كل الشيتات اللي اتنمع بقى. اوش هصير مفضل ان انا اطبع شيتات. لان هي تبقى اوضح لانه بيكتب عالجنب الشيت ده اسمه ايه وطبع انا شركة والتفاصيل كلها. تمام? طبعا لازم تغير الاسم الشيت زي ما هشوفنا في الورقة اللي هناك. ولا ترك كتير تسهل. يعني ممكن انت تكتبها كل الشيت تكتب اسم كله. ممكن تعمل جزء بتاع المشروع ده في برامتر وبعد كده تكتب اسم ال-view. طيب خليها دلوقات نركز على موضوع التصدير. لو اولا دخلت هنا في ال-option بيبدأ يقول لي انت تقدر تسمي كذا التسمية. مثلا ايكس. ليه اللي اسم يكتب غلط. هقول له ايكس. طيب هنا حاجة تخصة باللائرات. بيقول لك انت ممكن تشغل بكود معين زي الاي اي 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 اي. زي الايزو زي البي سي أتناتنو واتسعين هنت تصل. عندما تدرك. لما تضرر له بعد كده هيلاقي ايزو 1650. هيبداوي دي في 1675. طيب افرض منه هلن تشغل بدوات. هيبدا تذباط لك طريقة التسمية وطرية القلوان. تمام? هتلاقي بها هنا كل عاجة متزباط بحيس انها تتبع في اللي غيرتخص بيها. مثلا خلي هنشوف ال-울. موجود ال- уж الوال هيبقى ايه لانه هو اركتكتشر وبعد كده 200 موال وبعد كده الكلر اي دي طيب ايه الكلر اي دي خليها نفتح لدوكات عشان نفهم الكلر اي دي طبعا ما اخد وقت على ما يفتح بس اخدوش مشكلة هنا اللير مدفكيش انه انت عايز تزبط طريق تسمية تانية الليرات عندما تدخلت في الوال هتلاقي ان كل حاجة موجودة في الوال اعمل لها لير خاص بيها تبقى دربة تخليها على نفس اللير او تقول له لا معلش دي هتبقى مثلا شورت اي ما فكده لما هيصدر هيصدر لك كل الوال على دي معادة الممبرس اللي هتدى اسمه خاص بيها ده هنا في البروجيكشن وهنا في القط يعني هنا لو الحيطة قطع في القط القطع بتاعي هاي هاي اخد من هنا لو انا برووجيكشن فيه هاي اخد من ديت طيب لو ان ده وسيت هنا وان انا مثلا ستارت دروينج ودخلت هنا في اللير هتلاقي الوايت مثلا رقم مكام سبعة اللي احمر رقم مكام واحد ابدأ رقم مكام اهى ثلاثة صديق ماشي وبعد كنا ندخل فيه اللاينز ويقول لك كل خط هيبقى ليه حاجة معينة خلي بالك ان كلمة امبورت دي معناها ان فيها عند مشكلة بان انا عملت امبورت اللوح وفجرتها ومحطتش الحاجات بتاعيتها فقلب اللي رقم عدنا فيه اسهم كتيرة ممكن تتعمل لها الغاء يعني كل دول ممكن يتعملهم الغاء وبنحاول نحن طول ما احا شغالين اي حاجة اي خط زيادة نلغيه على اساس ان هو ما يلغبطناش بعد كده منفعش يبقى انا شغال في الريفت يبع عندي خطوك كتيرة انا مش بستخدمها تمام؟ لا لو في اي خط انا حاولت استخدمه وما استخدمتوش الغي البتن انا بخليه زي ما هو text font color القرر هنا بيقول لي index color اللي هو ان الالوان هتبشي على قاعدة اللوح 25 لول فيه اكتيار تاقي اللي هو بيقول لي انه لا object style هتبقى ايه RGB فده متنو 50 شرطة 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 متنو 50 لا دي غلط فلما بتجي تتبع قلبناها لما نجي نتبع مثلا مشكلة لما نجي نتبع من الاتكادي يعني بعد ما صدرت من الرفيت للاتكادي بيجي نتبع وتعملها مشكلة فانت خليك في دي اضمم الصوليد بيقول لك لو في اي شكل 3D صوليد هيتتبع بوليمش ولا ACIS صوليد زي ما انت عايز اليوريت نخليها بالمليمتر ولكوردينيت لو انت شغال في ملف المشروف كله برا مبنى واحد دي بقى internal urgent لو انتو شغالين coordination واوا خليها shared for date لو اكتر من مبنى هنا بقى generic بيقول لك لو في روم او space او area هيتتبع بولي لاين على الحد بتاعتها لايش هفيش مشكلة لو في لير او في حاجة لير مش هتتبع non-putable هنحط كلمة mplt قبليها عساسة نبعارفين ان اللير دي مش هتتبع وهنا الاوبشن نفس الاوبشن اللي موجودة في الاتباعة الهيط سكوب بوكس ها هيتتبع او هكذا الاختيار بقى الاخير ده مهم جدا default export option شيل الاختيار دوت اللي الاختيار ده بيقول لك ايه بيقول لك لو انا عندي sheet وجوا view اتبعهم لي او صدرهم لي على كذا لوحة اوتوكات لوحة للsheet وكل view في sheet في اوتوكات لوحده فانت بعد كده لما هتجي تفتح هتلاقي ان انت محتاج تعمل تفجير او بايند للوحة دية بحيث انها تبقى موجودة في الوحة الاتباعة لو شيل تركتار ده يوفر لك وقت كتير هيتطلع لك كل sheet وكل الفيوهات اللي فيها في نفس اللوحة وانا حاولت تخليها الفين و سبعة و الفين و عشره عساس ايه مش بعد بتبعت و هتقول لك لانا ما عنديش الاتباد القديم فلا نشغل لها الفين و سبعة اوكي ناكست كل الوتوكات دول هتصدره فانت تشوف الفولدر انت هتصدر فيه وبعد كده هتشوف بقى عايز انت تسمي short name هيحط لك اخر اسم اللي هو الاسم دوت اول عايز لقت انت تتبع الاسم بالمشروع بكله و عايز تتبع عايز تصدر اوتوكات 2018 احنا اخترنا الفين و سبعة والاختيار ده لازم اشير العلام العليم وقول له اوكي يبدأ يصدر لي شغل الوتوكات كده مفروض خلصنا بس وانا باش راح قولت حاجة عايزيني نشيح التعمل الزي اللي هو ان انا اقدر اكتب اسم المشروع هنا فانت ممكن تيجي هنا وتقول له edit family تمام اوت تمام احنا عندنا اسم المشروع ايه احنا لسه رقم المشروع ما حطانا هوش فهاجئ البروجيكتينين ده بش مضبوط صح احنا قولنا رقم المشروع كان مثلا ممكن تسميه اي اسم خلنا نسلم رقم المشروع مثلا واحد واحد اربعة اربعة ماشي ده رقم المشروع طيب انا عايز اسمي البيو كلها تبقى رقم المشروع بعد كده شرطة وبعد كده الاسم دوت طيب خلينا نجي هنا اهوت هاجي هنا edit هلاقي ان هو ده sheet number انا عايز اضيف حاجة قبل sheet number اللي هو البروجيكت البروجيكت number البروجيكت number اه البروجيكت number هابدأ اخليه بهو اللي فوق واخلي بين ده وده شرطة وبشيخلي فيه break تمام ما لا تهتمش بالطريقة التسمية خلينا نخليها خفيفة عشان ما حدش اتخط بالشكل دوت وبعد كده هقول له load into project هابدأ على طول بالشكل دوت تمام ده sheet number مثلا هنسميه 2121 وده وده البروجيكت number انا مش عدل فيه تمام؟ لو تعدلت فيه هيعدل في كل الشيط وكل حاجة فانا مش عدل فيه البروجيكت number انا عدل بس فيه sheet number كل الشيط بعدل فيه طبعا نقدر نضيف اكتر من جزء حسب طريقة التسمية اللي احنا هنعتمدها في الشغل التالي تمام؟ يعني ممكن البروجيكت number يبه هو كلمة dream شرطة mm شرطة arc بسيطة ممكن تخلي البروجيكت number هاخد الكلمة دية نحط النام البروجيكت نام البروجيكت نام البروجيكت نام البروجيكت نام البروجيكت نام هنسميه مثلا ده اسم المشروع dream تمام؟ طيب وبعد كده احنا قلنا دي اسم الشركة company name هنخلي مثلا client name اسمه مثلا عرب تمام؟ طيب خلينا نجي هنا ونقول له احنا عايزين طريقة التاسمية تبقى البروجيكت نام مش البروجيكت نامبر و organize client name احنا طيب يبقى ده هينزل تحت وده هيبقى هنا في شرطة وهنا في شرطة يبقى البروجيكت نام باجيكت نامبر وبعد كده شيط نامبر بالشكل دوت طيب انا حاس انها كبيرة شوية يبقى هدخل هنا تاني وهاجي هنا وهو اقول له انا عايز في حاجة جهزة هيت تقدر تغير الارقام دي لو انت حاولك باهمة تبقى بشكل دوت يبقى كل اللوحة بقى دريم شرطة عرب شرطة دي طريقة من طرق التاسمية انا بديك الاطقار وانت بقى شوف حسب الشركة بتاعتك وحسب التاسمية احنا بنتختلف من مكان لمكان